اشتركوا في القناة نروح نشوفوا الحي الجديد اللي راه قيد الاشغال على جنوب مدينة سيدي عبدالله واللي الحي هذا فيه بعض سكانات فانتهت الاشغال بها وبعض الاخر نازال قيد الاشغال هذا الحي اللي نتعلق الاشغال به العام ليفات ولا عام ولا عام ونص نروح نشوف الاشغال بتاع الحي الجديد هذا ومازلهم يديروا التغليف حرش وحنا قلنا لهم ما زلوش يديروا التغليف حرش هذا التحريف حرش ما يليقش احنا عنا بلاد الغبار فيها الغبار بزاف والحرش هذا يرفض الغبار ويرفض السخ ويرفض الطين ويرفض احنا قلنا لهم دلونا سيرفاس انتيبوسيار سيرفاس ليس سيرفاس اوتولا فانت لكن للأسف الشديد للأسف الشديد ما زالهم يديروا في سيرفاس هذا التعليف حرش هذا التغليف الحرش هذا التغليف الحرش هذا والله كريفة كريفة وهذا حي كبير يعني كبير كبير هذا حي كبير جنوب المدينة الجديدة تحسدي عبدالله والان الحي هذا يعني كل العمارات تقريبا انتهت الاشغال بها والان رانف في يعني الاشغال انتع التهيئة الخارجية رانف ادخلنا في المرحلة انتع التهيئة الخارجية لكن للأسف الشديد كما قلنا التغليفات انتع الريفات موميرو حرش 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 نخليكم تابعوا الفيديو حول الحي هذا الطخم حي كبير وهنا نشوف التهيئة انتع الشارع من شوارع الحي هذا وعلى بل لي انه الحي هذا الحي هذا تم انطلاق الاشغال تاهم مع وزير السكن والعمرات هذه يعني مدى التع سنة او سنة او 18 شهر تم الانطلاق انتع الاشغال فيه الآن الحي هذا تقريبا انتهت الاشغال فيه انتهت الاشغال في التهيئة الخارجية اذا نتركوا انتم تتابعون والسلام عليكم اشتركوا في القناة لكن دائما وابدا غياب التهيئات انتع المحلات المحلات التجارية المفروض ممنوع السكن في الريد شورسي المفروض كل العمارات يتم تهيئتها وتصميمها على اساس انه الريد شورسي طابق الارضي يكون مخصص للخدامات يكون مخصص للخدامات طابق الارضي لازم يكون مخصص للخدامات يكون مخصص للخدامات يجعلوه محلات تجارية هذا طبيب هذا الكيوسك هذا المعواد الغدائية هذا المدرسة هذا الكريش هذا المسجد مصلاة أي شيء خدامات ينضر في الطبق الارضي لا يكون للسكن والعلو لطبق الارضي يكون عالي يعني العلو نتاعو أكثر من 3 مترات و20 3 مترات و40 وندير هذا الطبق الارضي ونضرب لبلفار والبولفار بها يتسم البولفار يتسم أولا بالعرث بتاع الطريق يكون مزدوج يكون عريض وخاصة العرث الارصيفة الرصيف يكون عريض وكذلك البولفار يتسم بالمحلات المحلات تاع الخدمات المحلات تاع الخدمات كل الخدمات تكون على البولفار وكذلك ما يسمى لبنيان لبنيان سوري لبنيان تاع البولفار يعني الفصاد تاع العمارات تاع البولفار تكون عندها خصوصية تكون أجمل من الأحياء الداخلية والبولفار هذا يكون حي كما هذا المفروض يكونوا فيه كما هذه الطريق اللي يرانا فيها المفروض تكون على شكل البولفار والبولفار ما شغل في الطريقة هنا دينين طريق حقيقة طريق راح لما شاء الله لبس عليه لكن ما كانش محلات ما كانش أمناجمو تهيئة متاع المحلات لا يوجد طابق الأرضي هذا وهذا كالطابق الأرضي يتعلي المحلات لا يكون فيه المحلات تكون فيها كما المفروض يتعلي المحلات وفيها الضل مغطية مغطية عندها غير الواجهة ليفتوحها تكون مغطية شوية من كل محلات عالية العلون يعني التعسق في التحق تتأمطار كما قلنا تتأمطار 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 وعشرين تتأمطار وعشرين تتأمطار ووربعين أو حتى زوج طبقات يدروا فيها مقاهي يدروا فيها أشياء كثيرة وهذا الناس جي تقضي الحاجات تندحق ما نديروش أنا احنا عمارات عمارات وسكنت فريد شوصي على أي أتيحال هذا حي في الفين ووربعة وعشرين أنا أقول فيها تالتة وما زالت تفكير تفكير قديم تفكير جامد تفكير جامد وش الشي اللي ميز المدينة احنا ما ننتج مدينة ننتج أحياء أحياء كبيرة وكثيرة ولكن لا توجد مدينة المفهوم تعلق المدينة المدينة فيها فيها الخادمات فيها البولفار الشوارع ولكن الشوارع عندهم طابع عمراني و يعني من ناحية الستيتيك أولا فيها تكون عندها طابع عمراني جميل وكذلك من ناحية ال فونكشون لازم يكونوا فونكشونال هذك الشارع لازم يكون عنده انفونكشونال طابع التوفير الخادمات يمد الخادمات هنا ما عندنا والو ما عندنا فضاءات على الخادمات أحياء سكانية على مد البصر وسلام لا يا صاحبي لا 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 هادو الناس يا رحمي فكروا هكا ها صاحبي ها كبروا شوية ها كبروا شوية ها كبروا ها كبروا شوية كل هادو المهندسين كيل مسؤولين كيل اخف ها طوروا شوية صاحبي ها طوروا العقلية ها كوبيو كوبيو يا صاحبي كوبيو احنا بكيرا في اليكون اللي ما يعرفش ما يعرفش كيجي الانتحان اللي ما يعرفش يشدير يكوبيي ميجبش من راسو ها جبش من راسك صاحبي كوبيي ها كوبيي شوفو شديرو ناس وحد اورين ودير ورا هالشارع رئيسي ها ورا و تانيا حاجة واحدة مهمة جدا ها حبسونا من البطيمات العاليين حبسونا من البطيمات العاليين حبسونا حبسونا من البطيمات العاليين ها صحبي لازم على اقصى حد الزوج في الطبقات اير بليس كات ماكسيمون و نحي ماتل لاسانسور هادي ما تدرش لاسانسور ما ندر لاسانسور ما نبقى في صيانة ما نبقى في المشاكل المعندس ما نبقى في اير بليس كات ديري اير بليس طروة ديري على هذا الشكل المهم المهم و احنا انتوما كما قلوك ياسر عرافت احنا معاكم الزمن طاول احنا طلما ما بقى نقدرونا هادرو نتكلمون ننبه نبقى نتكلم وننبه على اي حال نبقى نتكلم وننبه نبقى نتكلم وننبه بقى نتكلم وننبه نتكلم وننبه نترككم في لعاية لايك وحبهين اكتفي بهذا المقادر وإلى فيديو آخر والسلام عليكم وهذا المدخل بتاع الحية على كل إحاد نهارنا في المدخل وفي الجهة المقابلة عندنا الحي المدينة الجديدة عسلي عبد الله